أبناؤناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدافع رياح أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح علمه كيف الانطلاق وكله عون يراقب من وراء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي المشاهدين ومشاهدات متابعي قناة زاد العلمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله وقاتكم بكل خير نلتقيكم هذا المساء في حلقة جديدة من برنامجكم أسس التربية مع ضيف غال على قلوبنا وأستاذ كريم اليوم نستضيف أستاذ مشبب بن فهد العاصمي المستشار والمدرب الأسري فهلا وسهلا يا مرحبا حياك الله يا مستمعي اليوم تأتي حلقتنا امتدادا لحلقة أسبوع الماضي أسبوع الماضي كنا تكلمنا عن التأديب التربوي وتحدثنا عن معنى التأديب التربوي أهمية أنواعه وتكلمنا عن التأديب اللفظي والعاطفي والتأديب بأشكال منتنوعة اليوم إن شاء الله سيتكلم عن التأديب بالعنف حقيقة موضوع أيضا شيق وقد يطرح بأشكال متلوعة متلونا أيضا في وسائل التواصل الاجتماعي وعبر أيضا قنوات الإعلام المختلفة اليوم سنسلط الضوء على هذا النوع من أنواع التأديب بالعنف مع ضيفنا الكريم الأستاذ مشاء أمب بن فهد العاصمي فأهلا وسهلا رحبك مرة أخرى الله يسلم ونبي يعني نعرف حين نتكلم عن جمال بالتأديب التربوية أين يقع هذا العنف في التربية نعم بسم الله كما ذكرنا في حلقة سافقة أن هناك أنواع من التأديب وقلنا أن التأديب هو يبدأ من الصغر حتى الكبر ولا يعني طرق متنوعية ومختلفة وذكرنا هناك التأديب بالقدوة التأديب التشجيع التصحيح الخطأ وغير ذلك في الحلقة السابقة من أرادنا رجع له هنا نوع من التأديب حقيقة لا بد أن نصل للطوالي وهو التأديب بالعنف الآن الآباء يعني بعض الآباء تجده يترك كل جوانب التأديب ويركز على التربية أو تأديب أولاده بالعنف ويعتبر هذا هو الصح فلذلك نحن في هذه الحلقة سنبين أنواع التأديب بالعنف أضرار التأديب بالعنف ثم نتطرق في النهاية إلى استخدام القسوة في تربية الأبناء من ناحية الشرعية والتربوية إذن سنبدأ بقضية أنواع التأديب بالعنف سنتكلم عن بعض الأنواع خلنا أخذها وحدة وحدة أستاذ مشبب على حسب وقتنا إن شاء الله البرنامج بإذن الله نأخذ النوع الأول خلنا نشوف أنواع التأديب بالعنف هناك تأديب العنف اللفظي وهناك العنف البدني وهناك أنواع من العنف تدخل من ضمن اللفظي والبدني وهي الإهمال العنف الاجتماعي العنف الاقتصادي لكن نركز على أمرين وهو العنف اللفظي والعنف البدني أشد أنواع العنف هو العنف اللفظي والدليل قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده قال العلماء لماذا قدم اللسان على اليد قال إن جرح اللسان أشد من جرح اليد سبحان الله فبعض الأبناء يقول ودي أريد أبوي ضربني لكن ما يتكلم عنه صحيح سبعت هذا فلذلك وهذه طبعا حياتنا كلها يعني ينبغي لنا أخواني في الله أن نراعي كلماتنا مع الآخرين نسمع أولادنا مع زوجاتنا مع أخواننا مع أصدقائنا ونهتم بجانب اللفظي طيب هذا بالنسبة لأنواع العنف نبدأ بالعنف الجسدي وحقيقة لها أشكال وألوان ولذلك أنا سوف أذكرها بسرعة من أجل الآباء ينتبهوا لها بعضهم ما يعتبر عنف فلذلك سوف أذكرها سردا وأقرأها حتى جميل نضبط الموضوع فقط هي نريد أن نلفت نظر السادة المربين إلى هذه المسألة هذا هو الهدف نسلط على هذه الأنواع من أجل أن الآباء يعرفون أن هذا عنف بعضهم ما يعتبر عنف حتى لو كان على سبيل المزاح فارق المزاح غير الجد والطفل يعرف أن هذا مزح وهذا جد وأيضا قد سبحان الله يكون مؤذي حتى المزاح غير المزاح مؤذي صحيح الحقيقة أنا أذكر قصة أحد الشباب جاءني وقال لي أخي أنا اليوم شاهدت منظر مزعج قال طفلة عمرها ثلاث سنوات أربع سنوات وشاهدتها في الكرنيش أبوها يعطيها كفوف يضربها ضرب ويتصح فلما جيته قلت ليه شيخ حرام عليه قال هذه الآزم أدبها قال أنا جالس أنا وأمها وهي راح تتمشي وخفنا يعني فأنا بها ثاني مرة ما تكرر الخطأ هذه أربع سنوات يقول والله يضربها ضرب مزعج هو هذا الأب في هذه الحالة يتوقع عنه ما شاء الله تبارك الله مؤدب ما يهدر إن جالس يسوي جريمة كذلك عندنا كذلك من أنواع العنف الركل وشد الشعر والصفق الصفق الوجه وبالرجل وحيانا شد الشعر هذا عنف يعتبر عنف كذلك عندنا الهز بأنواع عندما يبسك الواحد أذان يولده ويهز كذا بصور إذا كان يصرخ وكذا مشكلة كذلك الحرق هذا موجود يحرق ولده سواء بالولاعة يحرقها بالسجارة لبعضهم الله مستعان بعضهم بحديدة وكذلك أحيانا العظ والخنق هذه كل أنواع عنف وكذلك الرمي يرميه وأحيانا يدفع الدفع هذه موجودة بأنواع عنف وبعضهم يعتبرها شيء عادي كذلك من ضمنها البدني هو الحبس القسري يحبس أولده في حمام يحبسه في غرفة مظلمة ما يعطيه أكل ما يعطيه شرب ويمنعه طعام وهذه حصلة وهذه حصلة كنت في أحد المساجد فأم اشتكت قالت هذا الرجل عندك يصلي معك هذا الرجل سبحان الله من أول ناس من يأتي إلى المسجد ولد أخ طاف حبسه في غرفة في أحد البيت ما يأتي إلا الأكل من تحت الباب والله أكبر والله والرجل صالح وفيه خير هو ظن أن هذا هو الصح فالحبس والحرمان هذا بدل هذا خلينا نطرح مثل هذا المواضيع في برنامج جسد تربية أن بعض الناس يظن أن هذا الأسليب الذي هو يمارسه أسليب صحيحة أيها والأسف بعض الناس ما يكلف نفسه أنه يروح يسأل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون واليوم يعني زك الله خير أستاذ مشبب يعني أنت قاعد تلفت نظرنا إلى هذا الجانب وقلم من يطرحه قلم من يطرحه طيب أسف قطعتك لا ما ليس عادي إضافة جميل الله يباكي كذلك عندنا تعريض المتعمد لظروف قاسية كالإجبار الطفل على الخروج في البرد أو الخروج في الحر أو حمل الأثقال هذا عنف بدني وبعض الناس ربما يجي لمبرر لكن مو صحيح يعني مثلا بعض الناس ربما مثلا في البرد الشديد يخرج أولاده في الشارع من باب التأديم برد يخرجهم في الشارع وربما يقف في الباب ولا يعني يكون هناك تواصل فهذه إشكالية هذا بالنسبة لأنواع العنف البدني وهناك أنواع أخرى الشيء بالشيء يذكر الأخوة نزلوا استفتاء في وسائل التواصل الاجتماعي الاستفتاء يقول برأيك أكثر صور تأديم تأثيرا في المتربي الأنواع التأديم اللي ذكرت اللفظي والعاطفي والجسدي صوت معنا 207 التأديم اللفظي كونه أكثر تأثيرا 24% التأديم العاطفي 73% التأديم الجسدي 3% كتأثير على الإنسان تعليقك يا أستاذي أثناء طرحك له لهو ما أدري يعني ها تأثير التأديم قال أكثر الصور التأديم تأثيرا في المتربي اللي ذكرهك إيش التأديم اللفظي طبعا قالوا 24% تأديم العاطفي 73% هذا مهم جدا التأديم الجسدي 3% صحيح تقريبا مقاربة للأم ما رحوا بعيدهم هذا بالنسبة لل هذا اللفظ الجسدي انتهينا منه نبدأ باللفظي اللي هو فعلا يحمل يعني رسائل مدمرة فسوف أذكره كما قلت من أنواع العنف اللفظي هو الصراخ بشكل مبالغ فيه صارخ في وجه ولده يصرخ صراخ أنا شوف بعض الأباء وأسمع عنهم صراخ صحيح وتغير وجهه وتحمر أوداجه هذا طفل صغير يمكن ما عمل شيء يستاهل وبعض الأمهات أيضا تصرخ في وجه ولدها هذا يا أخي بالكلام وأيضا يصاحبه أيضا ربما يصاحبه دعاء ولعن الله ياخذ روحك الله كذا الولد هو يستقبل الوجه المكفهر والأعصاب المشدودة والعبارات القوية هذا يدمر تدمير يعني بدل ما أمه وأبوه مصدر حب مصدر حنان يسمع كلام قوي سب ولعن وشدم وصراخ هذه رسائل الطفل يبرمجها أبوي يكرهني أبوي ما يحبني وذلك تجد بعض الأبناء يجد أجسل وحدة وجلس مع أصديقها يقول أبوي ما يحبني أمي ما تحبني ليش؟ لننشوف أمامها فعال جرامية كذلك عندنا كذلك من أنواع اللفظي الإهانة والانتقاد القاسي دائما بعض الأباء والأمهات يعني ينتقد ولده ويصفه بالفشل يا فاشل يا غبي يا فاشل أنت أصلا ما تنفلح أنت رسائل كيف تحطين وحين يسبح حيوانات نعم نعم نصير البيت كلها الأسف الأسف الشديد تخيل الطفل يعني يستقبل هذه الرسائل يا فاشل يا غبي يا أمي ما تفهم أنت ما فيك خير وأنت يا كذا يا كذا حقيقة هذا يؤثر على نفسي الطفل كذلك عندنا السخرية يستهزئ بالطفل مثلا يعني مثلا يا حقير يا بوخشم يا دب مثلا عبارات كذا أصلا يعني فالطفل لما يجي السخرية من الآخرية يمكن يقبلها الطفل لكن يقبلها من والده لا مشكلة هذه مشكلة كذلك عندنا التهديد التهديد هذا خطير جدا عندما يهدد ولده بمثلا سوف أضعك في الصحراء سوف مثلا مثلا أوذيك سوف أمنعك من كذا سوف يعني عبارات تهديد أحيانا الولد يخاف صحيح هو ما وصار شيء صحيح فهذا أنواع التهديد وهدف الطفل الأب هذا أو الأم عندما يهدد ولده أنا والله ما عاد أكلمك أنا خلاص بروح من البيت ما نجالسه معك والولد يصدق عربت كيف فهذه أنواع فهذه تجبر طبعا ترعب الطفل عندما يتخيل أن أمه بتروح أنه سوف يرمونه في الصحراء يتخيل فيأثر علىه نفسيا كذلك عندنا التجاهل وعدم إصدار العبارات اللفظية يعني العبارات الحب والحنان ما يجد فيها من الأب فالإهمال كنت تهمني ما ترسلي رسائل الحب والحنان يا ولدي يا حبيبي يا عيوني يا أنت يا تاج راسي أنا فخور فيه ما يسمع نهائيا ويهمل الولد فحقيقة أنا اليوم شفت المقطع بهذا المناسبة أذكره للآباء يمكن أن ينتشر أن أحد الآباء يقول أنا مع ولدي ممتاز أعظنني أنا إنسان محترم فيقول أحد الزملائي اتصل على يقول يا أخي ولدي هو زميل ولد هذا ولدي عنده مشكلة أو عنده مخالفة ودي تكلمة أساس تقنع فيقول أنا أخذت التلفون وصرت أقول يا حبيبي يا فلان الله يبارك فيك الله يسلمك ويعني أنت بطال عبارات رطيفة يقول في الليل جاتني الأم وقالت الولد راح قال ليش أبوي ما يقول لي مثل ما يقول ولد جارنا يقول أنا انتبهت وبعدين بديت أمشي معه في سيارة يا حبيبي أنت بطال وأنت كذا الولد قال صار أبوي يقول لي أحسن من ولد جارنا فصار فيه فالمقصد أن أحيانا الإهمال خصوصا في عبارات التعزيز وهذه مشكلة هذه ترى كذلك عندنا التشهير تشهير بالولد أمام زملائي وأمام أصدقائي مثلا هذا متأخر في الدراسة هذا مدري إيش فضحة طبعا فضحة وحيانا تصل إلى درجة قد يجرم في حق الطفل ونذكر قصة منتشر القصة أن أحد الأباء كلما جرس مجلس عنده ولدين واحد متميز وواحد غير متميز كل مجلس في مجلس قال فلان ممتاز لكن أولدي هذا الله يديه دائما يرسب دائما تأخر وصار يكررها في كل مجلس آخر الأمر الولد ذهب اشترى بنزيل وحرق نفسه في المطبخ الأب ما كان يقصد لكن هذا الأب يريد أن الولد يتشجع هذه جريمة أحيانا ترى العنف اللفظي هذا خطير جدا وهذه حقيقة قصة موجودة كذلك عندنا المقارنة بالآخرين هذا من العنف اللفظي مثلا عندك أولاد البنات في الغالب يعني جيدات في الدراسة فهي أحيانا يقول شوف خواتك أحسن منك طيب أنا قدراتي صعبة هم ما شاء الله يذكرون أو ربما أحيانا أخو بعض الأولاد واحد متميز واحد ما متميز اللي أسباب معينة قدرات فيقول شوف أخوك هذا هذا رجال هذا أحسن منك هذا كذا هذه تقتل تقتل ولد هي عبارة لا ما يقصد كذا يقصد أن يشجع وهذه مشكلة في المقارنات بالآخرين شوف ولد الجيران شوف ولد صديق شوف ولد أخو عمك فهذه أشكالية هذا عنف لفظي قاتل كذلك عندنا التلقيب بلقاب سيئة كما قلنا يعني ذكرناها أحيانا تصدر من بعض الأمهات وبعض الآباء يقول يليتني ما جبتك يقول ولدي يليتني ما جبتك أنت صديق بالطريق الخطأ استغفر استغفر يعني ما حسبنا حسابك هذا هذه الحقيقة جريمة في حق الطفل فتخيل الطفل تأتيه عدة ألفاظ عبارات نابية صحيح شابوا لعنوا استهزاوا تحقير وكذا حقيقة الولد خلاص يصاب بالعنف وربما يؤدي إلى أشياء مثل ما قلنا لحرق نفسه غير نعم نعم نهي أنتهي هذه كان عندي هنا حين نتكلم الآن عن ضهرنا السلام ننتقل إلى الآثار هذه العنف نعم نتكلم على الآثار صحيح وعندنا هنا استفتاء يتعلق بهذه الآثار الاستفتاء يقول برأيك أكثر أضرار التأديب بالعنف أكثر أضرار التأديب العنف يعني هذا التأديب العنف ما هي مضراته أكثر شيوعا أضرار شيوعا قال صوت معنا مئتين وعشرة الأضرار النفسية واحد وثمانين بالمئة طيب الأضرار السلوكية 14 بالمئة والأضرار الجسدية 5 بالمئة يعني تقارب ذكرنا الآثار العاطفية طبعا مهمة هذه موجودة على الشاشة نفسية نعم لأنه ممكن إنسان الطفل يتحمل الضرب مثلا لكن ما يتحمل العبارات القاسية سبحان الله وأنا وأدركت بعض الناس سبحان الله يقول لك يعني بعضهم قد يقولوا ضربني ولا تهينني أو تكلم علي صحيح ننتقل الآن إلى الآثار آثار العنف نتكلم طبعا رسالة الآباء والأمهات العنف ذكرنا بعض أنواعه هناك أنواع أخرى فأرجم الأخوات أنهم يراجعوا الحلقة ويكتبون أنواع العنف وعموما العنف لا يأتي بخير العنف لا يأتي بخير حتى الله يكرمكم على الحيوان قلنا على الحيوان فكيف إنسان كيف بولدك وبنتك لذلك سوف نذكر بعض بعض آثار العنف النفسية والسلوكية والجسدية طيب فركزوا معي إليكم عن قلم لأن الموضوع مهم ويحتاج تركيز أول شيء عندنا الضرار النفسية والعاطفية الضرار أول إنخفاض الثقة بالنفس حقيقة لما الولد يسب ويشتم ويهان ويضرب الولد يصبح مهزوز الثقة ما عنده ثقة في نفسه فمن خلال كمية العبارات النابية وخشها الأثار الجسمية يحس الودن غير مرغوب فيه أنا ليش موجود هنا مدام أبوي وأمي يمارسون عليه كل هذه الضغوطات فأنا إنسان غير مرغوب فيه فبالتالي يصير عنده ثقة في نفسه مهزوزة حتى وصفه دكتور تصفه مثلا الكرامة لكم الأستاذ المشاهدات اللي يصف أنت غبي مثلا يقول لي ولده يا ولد أنت غبي مثلا أذكر أحد الطلاب مرة كنت ناقشة ليش مستوى كنت تدني قال أنا أصلا ما قدر أحفظ ليش ما تقدر أبوي دائم يقول لي أنا غبي أصلا حتى يعطوني أغرض مقدار شبك يعطوني ثقة في نفسه صحيح أبوي وأمي أصلا ما يثقون فيه إذن لازم أنا هؤلاء يكرموني بذلك حين تسأل تقول كيف هذا الرجل في بيت وكذا ومحترم كيف راح هذا التجار يعني تجار العنف يعني أخذوه أعطوه ثقة بنفسه وأنت رجال وأنت نعم وخذ فلوس وكذا وجد نفسه مع أهل الفساد نعم فقد يكون العنف من آثاره والإنجراف وراء هذه الأمور نعم كذلك عندنا الخوف والقلق الولد أما يجيه كميات العنف هذه فيصير قلق وخايف أصلا التهديد ايه العبارات كلها تتجمع أصلا الناس هؤلاء الذين يمارسون العنف اللفظي تراه يتفننون في أنواع العنف فيصير الولد دائم خايف خوف يشب قلق يخاف من أصدقائي يخاف ما في ذيقة إذا أبوه وأمه جالسين يعنفونه يقول بقينه إيش يخاف المدرس لذلك وانتي ممكن المدرس ممكن مرت عليك الأمور هذه وانا مدرس في المدرسة أحيانا بعض الأولاد إذا جيت تبيتتسلم عليه قال كذا يا الله والله أنا أحزن عندما تقول بتسلم عليه كذا ليش لأن خلاص ممارس عليه هذا الضغوط فدائم يخاف من كل شي وكذلك حقيقة كذلك عندنا من الأضرار النفسية الاكتئاب والأولاد الذين يكتئبون يشعرون بالحزن المستمر وكذلك فقدان الاهتمام بالأشياء يعني لا يحب يمزح لا يحب يضحك لا يحب يسافر لا يحب يطرع مع أهل لا يحب عزيم لا يحب مناسب مكتئب الرجل مكتئب لأن الأهل الجاسين عنفونا فبالتالي أحيانا بعض الناس يقول ليش أولدي ما يروح معي المناسبات ليش ما يطلع معي البر الأنف اللي يجالس يمارس خلاص ما تسوء عند الدنيا كلها ما في طعم للحياة كذلك أحيانا التوتر والغضب أحيانا بعض الأولاد يأصب ويغضب ويطلع صوت وكذا هذه الفعالات الداخلية بالسبب الضغط الذي يمارس عليه صحيح حتى تجد انفعالات غير مضبوطة يعني انفعالات الطفل هذا غير مضبوطة بمثير معين صح يعني تجد أنه فجأة فعل إيش السبب تجد أنه فيه خلفية من القلق من الخوف من الاكتئاب خوف يعني قد تمر عليه أحيانا تجده يضحك بدون سبب شوء يبكي من غير سبب لأ الله مشكلة دي صلاح هذه من الأسرار نفسية وفي هناك أضرار أخرى نعم عندنا أضرار سلوكية وهذه نقطة علينا أن نهتم فيها من الأضرار السلوكية أن أشاهد على يعني سلوك الأطفال طبعا في صفتي أنا كمعلم ومشرف تربوي ومهتم بشأن التربوي والأسري والأسري فهذه الكلام اللي أقول أعتقد أنه صحيح واقع مهم من خيالي نعم وحقائق تثبت أولا زيادة السلوك العدواني تجاه الآخرين فهذا الطفل المعنف لفظيا وجسميا يبدأ ينقل هذه التجربة إلى الآخرين صحيح يستقوي يستقوي لذلك المدارس سيقولون هذا الولد عدواني يضرب يطعن ما يهمه ولذلك تجد خصوصا بعد المدارس وبعد الخروج من المدرسة فيه طعن وفيه ليش هذا الولد أصلا متربع على الشغلات هذه فهو جالس يكرر العنف ينقله لهؤلاء الواقع إذن هذا مشكلة كبيرة جدا كذلك عندنا من ضمن آثار العنف اللفظي والبدني هو التمرد على القوانين القوانين المنظمة للأسرة وللمجتمع هذا الرجل أصلا يكره المجتمع يكره أهله يكره المجتمع اللي حوله بالتالي تجد يتمرد على القوانين التي تنظم الأسرة التي تنظم المدرسة التي تنظم الشارع فأحيانا تجد بعض الشباب يتلفون الممتلكات العامة كسروا الأنبات في الشارع أي شيء في المدرسة يكسروا المراوح يكسروا القزاز هذا تمرد هذا نتيجة العنف كذلك عندنا يطلع عمر السرقات السرقة من من جاء السرقة بسبب هذا العنف كذلك شعال الحرائق هذه ثابتة ترى يشعرون الحرائق في أي مكان كذلك هروم المدرسة هذه من آثار العنف طالب يهر من المدرسة العنف داخل مدرسة أو العنف لا الأسري الأسري طبعا الآن المدرسة طبعا قد تكون مدرسة أيضا تعنف فإيش يبيه صحيح كذلك تعاطي المخدرات والخمور والبلاوي هذه بسبب إيش بسبب العنف فهو جالس ينفس عن هذا بهذه الأمور كذلك عندنا من الآثار السلوكية صعوبة بناء العلاقات الإيجابية مع من حوله هو يعني هو ربي على العنف فإما أنه يعامل الآخرين بقسوة فبالتالي يخسر ناس كثيرين صحيح يخسر زملاء في المدرسة يخسر مدرسين يخسر أقرباء أو أرحامة أو أنه ما يثق بهم يقول إذا المدرس وبن عمي وبن خالي وجارنا يعني أبوي يمارس العنف إذن هؤلاء مثلهم فما يثق بهم آخر شيء عندنا أو قبل الأخير هو العزل عن العالم فتجد الطفل ينعزل عن الأسرة عن المسجد عن المدرس دائما لوحد يسمى الانسحاب الاجتماعي وليش؟ خايف من الجميع يقولنا ليش أنا أدوش مع الناس خلاص أنا أصير منعزل لذلك تجده الآن يجده في الغرفة لوحده دائما مثلا إذا طلعت البر أو أي مكان تجده الوحد الآن مع وجود الأجهزة صار انعزال أكثر وأكثر آخر شيء عندنا من الآثار السلوكية تأخر الدراسي وكذلك ربما ترك المدرسة وربما الهروب من البيت أنا أصبح عندي قاعدة أن أي ولد يتأخر في الدراسة أكيد فيه عنده مشكلة اجتماعية فقد يكون من سببها هو العنف المدرسي العنف في البيت الأسري وإذا كان بعد العنف في المدرسة خلص كامل هذا بالنسبة للعنف الأضرار السلوكية التي تظهر على سلوك الأبناء جميل لأن نتكلم عن هذا العنف التربوي أو استخدام التأديب بالعنف وهذه بعض الملاحظات الحقيقة والأثار السلبية بقي عندنا تأثيرات هذا العنف أو التأديب بالعنف عندنا التأثيرات الجسدية نأخذ بعد فاصل الدكتور كما تشعر بعد ذلك يعني الله يكرمكم السؤالي وأعزائي مشاهدات فاصل قصير ثم نواصل بإن الله عز وجل قلوب العباد مفطورة على حب من أحسن إليها ورفق بها فما استؤلفت القلوب بمثل الرفق قال تعالى فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ مِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَرْضًا غَلِيْضَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالرفق فقال واخفض جناحك للمؤمنين والرفق هو زينة الأخلاق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه والرفق خير ويمن وبركة ففي الحديث إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق وترك الرفق حرمان عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله ومن حسن العشرة مع الزوجة الرفق بها والتغافل عن تقصيرها قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء والرفق بالأولاد غذاء لأرواحهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجب الرفق بالوالدين برًا بهما وبكبار السن احتراما لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم والرفق من أهم ركائز الدعوة إلى الله قال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام في دعوتهما لفرعون فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى والرفق سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ففي الحديث حُرِّم على النار كل هَيِّنٍ لَيِّنٍ سَهْلٍ قَرِيبٍ مِّنَ النَّاسِ بُنَاؤُنَا كَسَفِينَةٍ وَشِرَاعُهَا يَحْتَاجُ كَيْ تَمْضِي أهلا وسلام بكم عزيزي المشاهدين ومشاهدات عدنا عليكم بعد هذا الفاصل قصير مع أستاذنا الكريم أستاذ الشبب العاصمي الأستاذ والمربّي والفاضل وأيضا المستشار في مجال التربية والمجال الأسري نرحب بك مرة أخرى أستاذ الكريم حقي مرينا على نقاط كثيرة في قضية الأنواع التأديب وثم أخذنا بعد ذلك نماذج ثم أخذنا بعد ذلك أضرار ووقفنا على التأثيرات الجسدية لهذا التأديب بالعنف فنبي نواصل حديثنا حول هذا القضية جزاك الله خير سوف نكمل إن شاء الله تكلم عن الأضرار النفسية والأضرار السلوك الآن تأثيرات الجسدية وأرجو من الإخوة والأخوات أن ننتباه هذا الموضوع الذي سوف أذكره قد لا يأتي على بال أحدهم لكن هذا واقع من الآثار الجسدية والإصابة الجسدية فقد يضرب الولد على رأسه على وجهه على جنبه قد يكسر عضو قد يفقع عين قد يهدي فهذه أثار جسدية ربما تستمر إلى مدى الحياة صحيح وأنا أذكر من القصص بعض المعلمين وأنا حضرت أذهب إلى حقك في الموضوع طالب لم يجاوب فضربه على رأسه ضربه كذا سقط الولد الولد عنده مشاكل مساكل جسمية أصلا وجاءه بس كذا قال أنا ما كنت أدري طيب ليش حقيقة كان مأساة وغيره وغيره بعض الأبناء يضرب ولده على وجهه يكسر الفك ربما يفقع العين ربما يمسل حبلد يصير عنده مشكلة فلعاقات الجسدية هم من آثار الضرب وغير ذلك كذلك الأضرار العصبية فالتعرض للضرب ربما يؤثر على سلوك أو الدماغ للطفل عندما يضرب الضرب يخصون ضرب على الوجه يؤثر على الدماغ وكذلك ربما يؤثر على التركيز تركيز الطفل وهذا يعني حصل هذا أحيانا بعض الأطفال من كثرة الضرب خلاص ما عاد يركز هره هذه إشكالية كذلك عندنا وهذه نقطة مهمة الإصابة بأمراض جسمية يعني العنف الشديد الضرب العنف بأنواعه وكذلك العنف اللفظي قد يسبب أمراض جسمية الناس ما يتوقعون لكن أذكر لكم بعض الأمثلة بالتفصيل الإسهال المتكرر الأطفال الإسهال المتكرر قد يكون جرثومي وقد يكون بسبب الحالة النفسية خوف كذلك عندنا البول الإرادي قد يكون في مشكلة في المسالة البولية لكن أكثر بسبب العنف لحظة أن الأثر الجسدي هذا لا يرتبط بالتأديب العنف الجسدي قد يكون أيضا بالعنف النفسي أنا أقول أكثر شيء كلها أثار نفسية كلها فإذا اجتمع العنف البدني والجسم فتحصل آثار ما يتخيلون سبحانه يذرحوا المستشفى يراجعون والمشكلة موجودة كذلك الاستفرار هذا ثبت علميا من آثار يبدأ الولد يستفرق يعطون إعلاج يجبون شيء عالج المعدة ما فيه فائدة ولكن الآثار نفسية كذلك عندنا زيادة الوزن زيادة الوزن قد يكون بسبب العنف بعض الناس ما يتوقع لذلك نقول لابد الأولى إلا هل ينتبهون كذلك عندنا فقدان الشهية بعض الناس ما يشتهي كل ما بي تغد ما بي خلاص انسدت نفسه من الدنيا كلها فقد يفقد الشهية بسبب العنف كذلك عندنا اضطرابات النوم اضطرابات النوم كثيرة منها مثلا عض الأسنان وهو نائم الطفل تجد صوت الطفل يعض الأسنان شو السبب؟ قد يكون سبب العنف كذلك عندنا الفزع أثناء النوم الطفل نفسه يفزع سلامات ما يدري طبعا تخيل وهو نائم الأشياء الهجية والضرب والعنف اللفظي كذلك المشي أثناء النوم قد يكون البكاء في أثناء النوم تجد الناس جالس يصرخ يوم يصرخ بسبب ويتذكر العنف اللي يمارس عليه وربما رفع الصوت هو نائم تكلم فهذه كلها آثار الناس ما يتوقعونها بسبب العنف وهذا قد يكون سببها مرضي حقيقي ولكن قد يكون نفسي ولذلك نقول لما تشاهد على أولادك مثلا الإسهال المتكرر الاستفراغ والإرادي الزيادة الوزن مثلا فقدان الشهية الطربات النوم لا تذهب للمستشفى مباشرة راجع نفسك أنت هل أنت أنتم مارسوا العنف؟ لكن لا بأس أنك تذهب للمستشفى لكن أحيانا لا يوجد علاج أصلا يعالجون لا يوجد فائدة فالمقصد نحن نفكر في هذا الموضوع المشكلة يعني أستاذ الغالي بعض الناس يقول لك يخي ضربنا عيالنا وابا أن نضربونا ما شفنا هذه الأثار تقولون عليها هذا الضرب هو نوع من أنواع العنف مثلا لكن ليس صحيح نعم هالناس الأنضحة لا وقد يكون فيه رواسب لا يعي لها نفس ذات الشخص يعني هو الآن فيه تصدر منه سلوكيات لا يستطيع لها تفسيرا أيوة لو ربطناها بالتاريخ تاريخها نجد أن تفسيرها مرتبط بيش أي بالعمر بعض الممارسات الخاطئة التي كان مورست عليه في أثناء في طفولته أي هو قد يكون نساهة لكنها بقيت مؤثرة في الجوان نفسية نعم مثل يعني الجرح الذي يبقى أي لم يندلم في النفس ولذلك أنت تزاكر الله خير أستاذي ذكرت نقطة جميلة أن بعض الآثار طويلة المدى طبعا ليست آنية أي قد لا تكتشف الآن قد تكتشف بعدين وقد تبدأ من الآن ولا تنتهي أبدا نساء الله السلام والعافية وقد تلازم الإنسان إلى نعم كذلك عندنا أيضا تبعونا إخواني وخواتي ظهور عادات غير مرغوب فيها مثل مص الإبهام نساء الله السلام نساء الله قد يكون قد يكون هناك يعني أيضا عنف قد يكون لا لكن أيضا هي مؤشر أيضا قرض الأظافر كذلك قرض الأظافر هذا منتشر الكبار حتى الكبار هذا المتوترين هذا بعض تجذبه كبار مع ذلك يقرض الأظافرهم ليش بعض النساء يقول والله ما قصرنا لا يا حبيبي فيه عنف يمارس على هذا الطفل بأي طريق من الطرق نعم والله ترى فيه أحيانا بعض الأباء ما يضرب وأي شيء لأولاده يعطيهم إياه لكنه قاسي عليهم في العبارات فقد للطفل يعني وعرف ناس كذا فقد يلجأون إلى قضم الأظافر كذلك شد الشعر تجد طفل شد شعره وهكذا كذلك من الآثار العبث بالجهاز التناسلي بعض الآباء يجد الطفل يعني يعبث بالجهاز التناسلي خصوص هذا كان صغير كذا يضربه كذا ما تدري هذا قد آثاره قد يكون من آثار العنف هو ما قد يكون ولد سيء ما قد لا يكون سيء ولكن من آثار العنف يعبث بالجهاز التناسلي كذلك أحيانا ربما وهذه الذي لا نريدها قد يؤدي إلى انتحار يا الله انتحار وهذا تحصل كما قلنا الشاب الولد اللي يصب على نفسه رضيق واختئاب خلاص يقولنا ما لقيمة في الحياة ولا يعرف حرام ولا حلال ويعرف خطأ ولا صواب وهذا مشكلة فلذلك يعني ينبغي أن أنت هذه بعض الآثار الجسدية هناك آثار أخرى بقي عندنا تأثيرات تلازم الإنسان مدى الحياة مدى الحياة وهذا نتيجة عدة تراكمات من العنف أنواع العنف فنذكر منها على كسب المثال صعوبة اتخاذ القرار يا الله يصبح متردد متردد أصلاً ما ربي على الإكرام دائم ربع لهانا وعلى التحطيب وعلى التقزيم والشتم والضر تعرف جميع العبارات وكذلك الحركات فيصبح الإنسان ما عنده قرار هو صاحب قرار حتى لو تزوج حتى لو أصبح مدير ما عنده قرار غير صائب فينتظر أول شيء ليس صاحب قرار وأحيانا يكون قرارات غير مناسبة لأنه ما ربي على اتخاذ القرار جميل كل يربي عنه كذلك عندنا والتي تلازم الشخص هو نقل العنف للأجياء القادمة وهذه المشكلة ينقل يعيد نفس الصورة ويكررها مع ولاده إلى كان معلم معلمين إلى الطلاب وهذه حصل يعني بس إذا أنا مشرف كربوي معلم ليش تضرب يا أخي قال الله لازم يتأدبه طبعا لو رجعت حياته وجدتهم ربع العنف وإذا كان مثلا مثلا مدير ولا مسؤول لازم يعامل الناس بالعنف لا الله مستعان لأن هذه أصبح تلازمة معه تقدر تكون مبرمج على العنف فبالتالي خلاص مستمر ولا يستمر ما يقدر يغير ولا يتوقع أن هذا خطأ هذه الشكالية آخر شيء أحيانا الذي يمارس عليه العنف يعيش حياته ذليل ومهان الكل يدعس عليه وهذه في بعض الناس الآن ما يقدر يعبر ما يقدر يعبر أصلا هو متربي على كذا يمكن لي وصل للثنوي هو متربع على الضرب واللهان ما عنده تأكيد الذات إيه ما عنده ثقة بالنفس وكذا فعندما يكبر أصبح حتى زوج تتكلم عليه أحيانا بعض الأزواج زوج تتكلم عليه والله بعد الأزواج زوج تتضرب الناس كلهم يهنون يجد نفسه مهان ليش يعني بسبب الضغوط والضغوطات التي مورست عليه وهو صغير فحياته كله يقبل الدل ولذلك تجد بعض الناس الآن يقبل ممكن يقبل أي شيء آخر شيء عندنا الوقوع في الجرائم الأخلاقية والمخدرات ما يتعلق بها فالطفل الذي يمارس على أنواع عنف فهو يخرج إلى هذا العالم إما بحثا عن الذات أو تخلص من الواقع تخلص من الواقع واقع مرير ويعني حياتي كلها بتدمر خلني أطلع أروح مع الناس أو لا أو أنه يئثبت نفسه أنا موجود بهذه الأمور فإذن أيها الأخو هذه بعض آثار العنف ولذلك عيننا نحذر من الموارس العب مع أبنائنا أنا أذكر دراسة الآن بقراها عليكم وهذه الدراسة استمرت عشرين سنة يقول التقرير خرجت الجمعية الطبية الكندية بتوصية للآباء بعد بحث استمر عشرين عاما لتحديد أثر العقاب البدني للأطفال على المدى الطويل بدني غير النفسي وأجرت أقسام العلوم الاجتماعية بالجامعات الكندية تجربة معمقة للتدخل في سلوك الآباء وتدريبهم على الحد من استخدامهم للعنف الجسدي لأطفالهم وأشارت النتائج إلى أن العقاب الجسدي له تأثير سببي مباشر على السلوك الخارجي كما ارتبط بوضوح أن الأطفال الذين تعرضوا للعقاب الجسدي يميلون إلى أن يكونوا أكثر عدوانية تجاه الوالدين تجاه الوالدين وأنفسهم والأشقاء والأقرار والأزواج فيما بعد وأكثر عرضة لتطوير سلوك معادل للمجتمع هذه دراسة استمرت عشرين سنة فلذلك الحذر الحذر للعقاء لذلك أنا أرسل رسائل في هذه اللحظات والمعلمات بعدم استخدام العنش بجميع أنواعه إلا ما ورده في الشرع وفق الظوابط اللي سوف نذكرها بعد قليل إن شاء الله ليعطيك العربي كمان وحذر المعلمين والمعلمات من ضرب الأبناء الآن منتشر الآن خف شوي لكن كان وما زال يضربون الأبناء الطلاب يا أخي الطالب أول شيء ليس ولدك ليس ولدك وبعدين يا أخي الكريم في مخالفات لا تستحق الضرب يعني ولد رفع صوته ولد محل الواجب ولد منضبة الفصل ليس تضرب واحد يركض يركض في المدرسة ليس تضرب يعني أقول ليس وأبناء وأيضا بعض الجرائم أو بعض الأخطاء لا تستحق الضرب بل إنها قد يكون من طبيعة الطفل يعني مثال في المدارس الأطفال قصوا مرحلة ابتدائية يحبون الركض وهذا طبيعة طبيعة النمو الجسمي والخصائص النمو الركض ذي الركض أسان تنمي عضلاته وننفس عن طاقته بعض المعلمين لا يقول لا تركض ليش أحيانا يضربونهم أحيانا يخالفون الطبيعة فلذلك نقول بالنسبة للمعلمين ومعلمات لا تضربون الطلاب تقول الله سبحانه وتعالى أنتم يا من يضرب الطلاب فأنتم آثمون فعندكم لا واحي السلوك والمواظبة تطبقوها وإذا استجعت الموضوع أمر يرفع المدير والمدير يتصرف فبذلك نقول ينبغي أن نبتعد عن التأديب بالعنف نهائيا إلا في حدود ضيفة نعم الله يكرمك أستاذي الكريم نستاذي لك فاصل قصير أيضا أعزائي مشاهدي فاصل قصير ثم نعود بإذن الله عز وجل من خير الناس سؤال مهم وإليك الجواب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه خياركم أحاسنكم أخلاقا خيركم أحسنكم قضاء أي عند رد الديون خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره خيركم خيركم لأهله خيركم من أطعم الطعام ورد السلام خياركم ألينكم مناكب في الصلاة أي من يفسح لمن يدخل الصف في الصلاة خير الناس من طال عمره وحسن عمله خير الناس أنفعهم للناس خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق قالوا قد عرفنا الصادق فما ذو القلب المخموم قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا حسد فاحرص على أن تكون من خير الناس تنى الخير المنازل أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدى أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدات عدنا عليكم بعد هذا الفاصل نواصل الحديث حول التأديب بالعنف سؤالي لأستاذنا الكريم لأستاذ مشابب العاصمي بما أنك مستشار تربوي وأسري ومهتم متى نلجأ إلى التأديب بالعنف أو خلينا نقول متى نستطيع أن نؤدب أولادنا بنوع من أنواع التربية اللي فيه قسوة هل هذا ممكن غير ممكن هل هو مشروع غير مشروع ماذا نصيحتك لنا كأستاذ ومرضي طيب حنا قلنا في الحلقة الماضية أن التأديب لا أنواع وهي شاملة لجميع حياة الإنسان نعم وهنا سوف نتكلم عن التأديب بالقسوة نوعا ما نعم لأن حقيقة هذه رسالة لأباء والأمهات ترك الأولاد هكذا بدون تأديب هذا جريمة في حقهم نعم لأن الأبناء مساكيين هم يتعلمون يكتشفون العالم من حولهم فإذا كما في تأديب ولا في قسوة نوعا ما لن يتعود ولن تنضبط سلوكه لابد نمارس الأشياء الشرعية التي وردت في ديننا مع ضواب سوف نذكرها بعد قليل فالمقصود أن العنف كعنف يعني القسوة كقسوة القسوة لا يرطى إلى درجة العنف لكن القسوة قد تستخدم في الحدود الشرعية نعم يعني معروف يعني الجلد الشارب وال مروا أبناءكم للصلاة هذه بالنسبة لشكل عام نعم لكن نأتي الآن للضرب نعم الناس والأمهات الآن والآباء يجدون أسرع طريقة للتربة هي الضرب بأشكالها هذه أسرع طريقة لتأديب الطفل كلما تحرك للطفل تخويف تخويف وهذا حقيقة ما يعدل سلوك هذا ما يعدل سلوك فلذلك دعونا نركز على موضوع الضرب لأنه هو الأسلوب اللي جالس يستخدم عند الناس كوسيلة أساسية للتأديب نعم فالضرب طبعا الإسلام لم يسمح بالضرب ما في ولا دليل يثبت بأن الضرب هو وسيلة تربوية ما عدا عندنا حديث ومشهوره معروف عندما يقولون بصرعه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبب إلى آخر الحديث نعم فهذا سنقف عليه بعد قليل لكن المقصود أنه ما في دليل لكن لا بأس من استخدام الضرب في حدود ضيقة ومن أجل مصرحة الطفل ومصرحة من حوله إضافة إلى وسائل التأديب الأخرى ذكرناه الحرمان قدوة التشجيع إلى غير ذلك كما قلنا لم يوجد في التأديب إلا حديثين الحديث الأول ورد قوله صلى الله عليه وسلم علقوا السوت حيث يراه أهل البيت فإنه آدب له آدب له آدب له علقوا السوت وهذا قال الألباني صحيح وذكر في كتاب الأدب المفرد وإن كان البعض يعني حسنه أو ضعفه لكن المعنى أنه يعلق السوت كعلامة التأديب ولا يشترط لا يشترط أن يضع نستخدم نستخدم الرسول على السلام ما علق ما علق السوت لأنه اللي حوله كله يعني ما عندي أطفاله أو ذلك فكل نساء كبيرات لكن هذا الكلام قيل لا بعث الواحد يعلق الصوت أو عصا أو كذا لن أجب التخويف عرفت هذا أول شيء الحديث الثاني اللي جالس الناس يستخدمونه الآن يستخدمونه كدليل في الضرب قولني بصعه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء أشر وفرقوا بينهم في المضاجر نعم فهنا الضرب فقط جاء على الصلاة على إيش الصلاة شيء الثاني متى أضربهم قال بعد أن تحثهم على صلوا يا شباب بارك الله الصلاة ممتاز الصلاة كذا كذا لمدة ثلاث سنوات يعني تقريبا خمسة آلاف مرة شوي الله في خلال السنوات صل 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 تقفى لو سمحت أنت بطل أنت يعني تحاول تمارس جميع الإغراءات لكي يصلي بعد العشر سنوات بعد ثلاث سنوات خمس ثلاث مرة ما استفاد هنا يضرب بماذا يضرب سوف نذكر شرط الضرب بعد قليل جميل فالمقصد الرسول صلى الله عليه يقول إذا كذب أبنكم فاضربوه إذا سرق فاضربوه ما قال كذا نعم فلذلك يا أخواني أخواتي الضرب لا يستخدم أبدا في التربية إلا في حدوط ضيقة طيب فلو فرضا قلنا بأن الضرب يسمح به في حدود سواء لترك الصلاة أو لأشياء بسيطة يعني أحيانا بعض الأطفال يعني ما ينفع فيه كلام مدح ما فيه لازم تسوي له يعني حركة بحيث أنه يتأدب يعرف أن فيه قوة لأن بعض الأطفال طبعا كما تعرف كلنا فيه ناس سمعيين ناس بصريين ناس حسيين فالسمعي لما تقول يجلس يا هذا يا ولد يسكن لكن فيه ناس ما ينفع فيه إلا لازم يشوف يعني شيء فحنا نذكر الآن شروط الضرب ولذلك أرجو من الأباء لو ما تكتبونها لأنها مهمة جدا وبالتالي يضيق مجال الضرب أولا أن يسبق توجيه وتنبيه جميل يعني كسر كب الكوب تضربه ليش مش معول ولا من ثاني ولا من ثالث من فترة من التوجيه والتقويم نعم جميل هذا خطأ جميل هذا مجوز هذا مضر هذا كذا هذا أخوك هكذا إذن لابد أن يسبق التنبيه جميل بعض الأولاد يعني مسكين يخطي يضرب ليش ما يدري والله ما أدري ليش يضربوني كذلك منح مهلة هذه مشكلة ما أدري ليش ضربوني ضربون والله بعضهم ما يدري صحيح أيضا منح إذا هو أخطأ نعطيه مهلة تصحير الخطأ جميل سواء في الدراسة سواء في التعامل مع إخوان ومع كذا كذلك أن يكون الضرب هو آخر حل يستنفذنا جميع الوسائل فيكون الضرب آخر حل كذلك أن يتناسب مع قدر الخطأ يعني أحيانا الطفل يكسر كوب ينسى أبوه يقول له رح يجيب لي حاجة من المطبخ يروح ويجي يضرب خطأ بسيط ولكن تجده يرى أشياء كبيرة ما يقول فلذلك لابد أن يتناسب الضرب مع الخطأ كذلك أن يكون الهدف تربوي وليس انتقابيا الهدف هو التربية بعض الأباء يا الله يضرب ضرب ضرب والولد ما يدري يضرب سير كهرب وحيانا عصى وخزران يا لطيف شيء غير طبيعي لذلك الولد أحيانا يصبح جسمه مخطط من أبوه ولا أم هذا انتقام هو ما هو تأديب إذن يكون هدفه هو التأديب كذلك أن تجنب الضرب أثناء الغضب لا تضرب وأنت غضبا لأن مع الغضب سوف تزيد جرعة الضرب إذن نبتعد من الضرب أن يتجنب الوجه لا يضرب الوجه نهائيا لأنه في حديث إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه طبعا فيها دراسات علمية تثبت أن العصاب وشغلات هذه كذلك أن لا يصاحب عبارات نابية تضرب ما تقول يا قليل أداب لا لا أنت ضرب ضرب مؤدب كذلك الامتناء عن الضرب في الأماكن الحساسة مثلا على الراس على العين مثلا الظهر اليد وهكذا أن يكون الضرب غير مؤدي وغير مؤدي جميل وأن تكون الأداة ليست عصر قلم مشواك هذا ضرب غير مبرح لأنه ما الهدف الانتقام الهدف هو التأديم يعني يستخدم أداة ليس لها أثر عادة أو باليد بس شيء خفيف ممكن لكن بيان سبب الضرب هذه النقطة تقول أنا ضربتك هذا شيء تربوي تربوي وهذا مضرلك وهذا أنا الآن أضربك لأجلي هذا الأمر تبين للسبب كما قلت بعض الأب ابناء يقول والله ما أدري ليش أضربني مثلا تروح مثلا البنت تشتكى على أخوها تقول فلان ضربني مثلا أو أخوي ضربني يجي الأب يضرب ولدها ليه سألهم ما أدري ليش لأذاك يشتكى فهذا ما يصير كذلك كذلك أن يكون الضرب على المفراد إذا تضرب ولدك بعصى أو قلم يكون وبينك وبينك وهم قدام أخوانا شيء ثاني أن يكون العمر مناسب قال بعض العلماء ما تضربها أقل من عشر سنوات يعني ورد فيه يعني في حديث فلين الرسول قال أضربوهم عليه العشر قبل ما تضرب كذلك من الضوابط ألا يسند الضرب لأحد غير الأب والأم ما تقول الأخ الكبير روح أضربه فلان أو أخت الكبير أضربه فلان ما يسرح إذا أنت اضطريت للضرب فيكون من قبل الأب والأم فقط لو ولي مثلا يقول للمعلم لك اللحم ولي العظم يسند الضرب لأناس آخرين كذلك لا يزيد عن عشر ضربات يعني ضربة ضربتين ثلاث أربع بس ما تزيد عن عشر في حديث قالنا صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدهم فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله إذا كما قلنا فهذه بعض ضوابط الضرب وبالتالي نجد إذا طبقنا هذه الضوابط في ضيقة فلا يضرب إلا في أضيق الحدود وفق الضوابط التي ذكرناها بالتالي يكون الضرب لقيمة وبهذا المناسبة لا يترك الأولاد ها أولا لأن بعض الأولاد يحتاج إلى قسوة فمن ضمن مثلا وأنواع التأديب كما قلنا لحقاب بالحرمان مثلا بعض الأمور فهنا الضرب قد يكون وسيلة بس في أضيق الحدود ولذلك نقول أبا والأمات اتقوا الله ستسألون لهم يوم القيامة خصوصا إذا أخرج لنا بعض الأباء شباب معاقين ذهنيا واجتماعيا ونفسيا وهؤلاء سيكبرون أصبحون أباء أصبحون أمهات أصبحون مسؤولين في الدولة وبالشركات وسيكون أعضاء في المجتمع في المسجد في الحارة سيبيعون سيشترون إذا كان هؤلاء نتجوا أو تخرجوا من مدارس العنف فلا شك أن هذا سينعنكس على سلوكم والمسؤول أمام الله هو الأب والأم أو الأخ والأخت أو المعلم والمعلم جميل الله يسدك أستاذ كريم حقيا ما شيء بالضيفة قبل ما نختم اللقاء عبد السلامتك هذا بس أحب جميل تنبيه جميل زاكر الله خير وفكرة الموضوع جميلة وطرحها جميل أيضا عبر برنامج جسد التربية لأنه جزء من التربية النعي أيضا المخاطر الأخطاء التربوية في حياة أبنائنا والجيل القادم وأثره على حياتنا أيضا الأسرية والاجتماعية أعزائي المشاهدين المشاهدات فيما يقال عند الأباء والأجداد العود على أول ركزة والتربية كما ذكر ضيفنا الكريم لا تكون عند الكبر وإنما تكون مع البداية وجود هذا الإبن في هذه الأسرة فيبغي علينا أن نسعى إلى تربية أبناء تربية جدة منذ نعومة أظفارهم وأن نغرس فيهم القيم الإسلامية والإيجابية في أتجاه هذه الحياة بما يرضي الله سبحانه وتعالى وقبل كل شيء وأثناء كل شيء وبعد كل شيء نحن لله وبالله وعلى الله ودمتم في حفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياحي أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل بتاحي علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من ورائي وشاحي قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكوا تحض بفرصة لنجاحي جدون لديك لديك هيدوا